بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أيها الأحبة الرسالة المحمدية هل هذا التعبير صحيح؟ هل يتطابق مع القرآن؟ من الذي وضعه؟ وماذا يعني أصلا؟ وما هي الخطورة إذا قلنا رسالة محمد أو الرسالة المحمدية؟ هل يتناقض هذا مع القرآن الكريم اليوم؟ سنصحح فكرة سائدة بين بعض الباحثين وذلك بالرجوع للقرآن الكريم أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام جاء برسالة ولكن من من؟ من الله سيدنا نوح جاء برسالة سيدنا موسى جاء برسالة سيدنا عيسى جاء برسالة كل الأنبياء جاءوا برسالات من الله فمن الخطأ أن ننسب هذه الرسالة لشخص أو لنبي طيب دعونا نذهب إلى القرآن نبحث عن كلمة رسالة كم مرة وردت سنكتشف أن كلمة رسالة وردت بمشتقاتها عشر مرات في القرآن لنرى هذه الآيات العشرة هل فيها مثلا رسالة نوح رسالة هود رسالة محمد لنرى دقة القرآن الكريم أيها الأحبة أنا أريد أن أتدبر معكم اليوم كلمة رسالة في القرآن الله يأمرنا أن نتدبر أفلا يتدبرون يعني يتتبعون أثر التدبر هو أن تتبع أثر الشيء نريد أن نتتبع هذه الكلمة في القرآن هذا هو التدبر أيها الأحبة لنكتشف أنه لا يوجد تناقض يعني كلمة رسالة هنا عندما ننظر إليها في القرآن كاملا ونكتشف أنها تأتي دائما بنفس المعنى نكتشف أن هذا القرآن ليس فيه اختلاف ولا تناقض لذلك قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ماذا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا هو ما يميز كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن هنا أحبة في الله أمرنا أن نتدبر ونتفكر ونتتبع ليثبت لنا أنه كلام الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذن نحن في الإسلام لا يوجد لدينا أغلق عقلك لا يوجد لدينا إيمان أعملاء الإيمان قائم على البحث والتفكر والتدبر حتى نصل إلى القناعة التي تؤكد لنا أن هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى أول آية انظروا إلى هذا النسق أول آية وردت فيها كلمة رسالة نجدها في سورة المائدة تخاطب الرسول لأنه هو المعني هو الرسول هو الذي نقل لنا الرسالة لذلك سلسلة الآيات بدأت به عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هو إذن الرسالة هنا ليست رسالة محمد انتبهوا أيها الأحبة رسالة الله والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ثم الآية الثانية خاطب الله البشر جميعا انظروا هذا الترتيب المحكم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته هو إذن رسالته عائدة على من ألهاء هنا رسالته ألهاء تعود إلى الله أي هو صاحب الرسالة وليس النبي نوح أو محمد أو عيسى أو موسى عليه السلام إذن الآية الثانية تخاطب البشر الآية الثالثة تعود بنا إلى الأنبياء منذ نوح عليه السلام قال لقومه أبلغكم رسالات ربي ثم هود بعده قال أبلغكم رسالات ربي وهنا القرآن يراعي التسلسل الزمني على فكرة مع العلم أن هذه الآيات جاءت في سور مختلفة ثم صالح عليه السلام الذي أرسل لقبيلة ثمود فتولى عنهم بعد ماذا بعد أن عذبهم الله فأصبحوا كهاشيم المحتضر أصبحوا يعني فتات ممزقون وقف وخاطبهم ماذا قال لهم فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين طيب سيدنا الصالح يخاطب أموات لا روح فيها إذن هذا دليل آخر أن الميت يسمع لاحظتم أيها الأحبة إذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقف وخاطب قتل بدر مشركي بدر يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ما وعدكم ربكم حقا لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وهنا الصحابة الكرام يستغربون يا رسول الله ما تكلم يعني أجساد لا روح فيها قال والذي نفسي بيده لستم بأسمع لما أقول منهم هم يستمعون أكثر منكم هذا الحديث كذبه بعض الناس طيب هذه الآية تؤكد أن سيدنا صالح وقف بعد أن أهلك الله قومه وخاطبهم من غير المعقول أيها الأحبة أن نبي يخاطب لا شيء هو يخاطب يعلم أنهم يستمعون له ولكن لا ينطقون فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي فهذه الآية تؤكد صدق حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي وقف وخاطبهم لاحظتم أيها الأحبة يعني من أراد دليل على منطقية حديث النبي عندما خاطب قتلى بدر هذه الآية دليل كذلك شعيب كذلك تكررت نفس القصة مع سيدنا شعيب بعد أن عذبهم الله بالصيحة أيضا مزقهم تمزقوا أصبحوا ليس موت ممزقين فتولى عنهم سيدنا شعيب وقال يا قومي لقد أبلغتكم ماذا رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين كيف أحزن ويصيبني الأسى على قوم كافرين لم يستمعوا فهذا هذا دليل أولا على أن الميت يستمع ودليل أيضا على أن الرسالة هي رسالة الله لم يقل لهم لقد أبلغتكم رسالتي أنا لا قال رسالة ربي طيب انظروا صالح شعيب بعد ذلك موسى عليه السلام يراعي التسلسل الزمن هنا على فكرة الله قال لموسى قال يا موسى اني استفيتك على الناس بماذا برسالتك برسالاتي والجمع هنا أيها الأحبة لماذا رسالات لماذا لم ترد كلمة رسالة بالمفرد وردت بالمفرد وبالجمع سأقول لكم لماذا أيها الأحبة بعد سيدنا موسى يأتي الخطاب للمؤمنين يعني هو بدأ بخطاب النبي ثم المؤمنين ثم البشر عفوا ثم بعد ذلك الأنبياء هود نوح هود صالح شعيب موسى بعد ذلك خطاب عام للمؤمنين الذين يبلغون رسالات الله لماذا رسالات لأنك أخي الحبيب عندما تبلغ الرسالة التي أنزلت على محمد فأنت تبلغ بنفس الوقت الرسالة التي أنزلت على عيسى وموسى وكل الأنبياء لأن الرسالات متعددة ولكن مضمونها واحد لذلك أراد الله أن يقول لك إنك أيها المؤمن إذا بلغت القرآن فكأنما بلغت رسالة عيسى لأن ما جاء في الإنجيل الصحيح وما جاء في التوراة الصحيح هو ذاته ما جاء في القرآن مع مراعاة الزمن والبيئة والتخفيف على الناس إذن أخي الحبيب الذين يبلغون رسالات الله لم يقل رسالات الأنبياء انظر حتى بعض الباحثين يستخدم رسالات الأنبياء خطأ رسالة محمد خطأ الرسالة المحمدية خطأ لم يرد هذا الكلام أبدا في القرآن الآن هذه المرة التاسعة والمرة العاشرة خطاب للجن يعني بدأ بالرسول ثم الناس ثم الأنبياء ثم المؤمنين ثم الجن ليقول لك إن رسالة رسالة الله التي جاء بها محمد هي أيضا للجن إلا بلاغا من الله ورسالاته سورة الجن ومن يعصي الله ورسوله الخطاب للجن هنا أيها الأحبة في سورة الجن اقرأوا سورة الجن إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وهنا أيضا ملمح ومن يعصي الله ورسوله طب أنا اليوم أريد أن أطبق هذه الآية أنا أريد أن أطيع الله من خلال القرآن كيف أطيع النبي كيف أطيع الرسول لابد أن الله حفظ لي أوامر أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظها الله عز وجل لابد 1400 سنة لأستطيع أنا اليوم تطبيق هذه الآية وإلى إذا كان المقصود هنا فقط القرآن إذا ما هو الدعي أن نقول ومن يعصي الله ورسوله لا لو كان المقصود هنا أنك ينبغي أن تلتزم فقط بالقرآن كان المفروض أن يقول ومن يعصي الله فإن له نعر جهنم لأن الرسول هنا ليست رسالة الرسول هي رسالة الله فلماذا وضع اسم الرسول هنا ليقول لك هناك أوامر هي شرح للقرآن بالنتجة هي ليست من عنده صلى الله عليه وسلم هو بيّن لنا القرآن شرح لنا القرآن لذلك أعطانا مجموعة من الأوامر لتسهل علينا فهم الدين تسهل علينا فهم القرآن لذلك قال لك إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدنا فيها أبدا وهذا دليل على أن الرسول هو رسول للجن أيضا صلى الله عليه وسلم آخر آية خطاب للثقلين الإنس والجن ختمت في هذه الآية الآية 28 من سورة الجن ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم للإنس والجن وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا إذن الرسالات هنا تعود لمن رسالات ربهم طيب أين رسالة محمد هذا كل ما ورد في القرآن عن كلمة رسالة أين رسالة محمد طيب من أين جاء هذا التعبير الخاطئ الذي لا يتفق مع القرآن انظر أخي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخدم هذا التعبير لم يدعي أن هذه الرسالة تخصهم يعني وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي يا محمد يخاطبونهم بقرآن غير هذا أو بدله طيب هنا لم يقل لهم ما يكون لي أن أبدله قال قل لماذا كلمة قل تتكرر في القرآن كلمة قل أيها الأحبة ذكرت 332 مرة في القرآن يعني عدد كبير جدا لماذا ليؤكد لك أن هذا ليس كلام محمد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا قل هو الله أحد يعني حتى حتى عبارة التوحيد جاءت بصيغة قل ليقول لك القرآن إن النبي لم يأتي ولا بحرف من عندي حتى الأحاديث التي قالها والأوامر التي أعطاها ليس فيها حرف من عندي لذلك ماذا قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي لا يستطيع أن يبدل لأنه ليس هو المؤلف صاحب هذه الرسالة هو الله إن أتبع إلا ما يحى إلي من ربي إن أتبع إلا ما يحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم طيب النبي إذن يقول هذه ليست رسالتي هذا هو مضمون هذه الآية الصحابة لم ينسبوا الرسالة للنبي التابعين كذلك والمفسرين وابن كثير والطبر وطيلت أكثر من ألف سنة طيب من أين جاء هذا التعبير عندما دخل المستشرقون وكتبوا عن الإسلام فوجدوا أمامهم أن هذا الإسلام رسالة الله ولكنهم لا يعترفون أن هذا القرآن رسالة الله فماذا قالوا قالوا الرسالة المحمدية لينسبوا القرآن لمحمد عليه الصلاة والسلام ليقول لك هذا المستشرق أنا لا أعترف أن هذه رسالة الله إنما أعترف أنها رسالة محمد هو الذي ألف القرآن هو الذي وضع التشريعات هو الذي جاء بالأوامر والنواع هو الذي صنع دينا لنفسه هكذا يقولون لذلك أخي الحبيب هنا تدرك خطورة هذه العبارة بعض الناس يرددها ومنهم باحثون للأسف يردد هذه العبارة دون أن يعلم أبعادها يعني هنا القضية خطيرة أن تنسب الرسالة لشخص مهما كان هذه رسالة الله لا يجوز أن تنسبها لا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا لموسى ولا لعيسى ولا لأي مخلوق هي رسالة الله سبحانه وتعالى إذن هنا المستشرقون وضعوا لنا هذا التعبير وللأسف أخذه بعض الكتاب واستخدمه بغير وعي لأدري إنما انتشر فأحببنا اليوم أن ننبه لهذا الأمر وأن نعود للقرآن أنا أريد دائما أيها الأحبة في تعابيرنا في مصطلحاتنا في لغتنا في معتقداتنا دائما العودة لكلام الله تبارك وتعالى لأن فيه السعادة وفيه الفرح وفيه السرور ألا بذكر الله تطمئن القلوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وأن يرينا الحق حق ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق